بسم الله الرحمن الرحيم السادة مشاهدي قناة الـ HBC والسادة متابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد كرتط ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصرية ورئيس وحدة جراحة استئصال الأورام الليفية مع الحفاظ على الرحم قصة طبعاً برضي تاني مرة أخرى أنا أسأل دائماً على قصة الحفاظ على الرحم في حالات النزيف ما بعد انتهاء الدورة أو ما بعد سن اليأس وما هو القرارات العالمية في الحفاظ عنها وما هو القرارات استئصال الأورام الليفية المتعددة مع الحفاظ على الرحم كل الكلام ده إن شاء الله نتناقش فيه يعني النهاردة هنبقى الحلقات صحة حواء في الأورام اللي فيها ودي يمكن للمرة التالتة أو الرابعة على مدار 8 سنوات أو 9 سنوات بنبقى نتكلم عن الأورام اللي فيها ويمكن اختيارنا لهذا الموضوع كان بناء على أحد السيدات في الحلقة السابقة وبصراحة يعني أنا عايز أقول أني أنا انتهست الفرصة أنها كلمتني عن الأورام اللي فيها لأن الخزنة عندنا أو المكتبة عندنا بقت عمرانة من عمليات استقصال الأورام اللي فيها يمكن يوم الخميس السابق من ثلاثة أيام بالضبط كان عندنا لسة عمليات أورام اللي فيها يعني ممتعة ممتعة فوق ما حد يتخيل ويمكن كانت كل الحالات اللي عندنا أورام اللي فيها مرتجعة يعني تم التعامل معها من قبل في أحد المحافظات أو أحد المستشفيات وبعد كده رجع التاني ونرجع نقول أني إحنا هنتناقش مع بعض يا ما معنى كلمة ارتجاع الأورام اللي فيها شكلا وموضوعا من أعراض زي أي ارتجاع النزول ده إن شاء الله هنتناقش وهنقول للسيدات اللي تم التعامل معهم يوم الخميس السابق باستقصال أورام والحمد لله كلهم روحوا كانت يمكن يعني أحد البنات كان تم استقصال لها ورام ليفي في منطقة محافظة مرسى مطروح تقريبا من خمس سنوات ويوم الخميس السابق تم استقصال 19 ورام ليفي من الرحم يعني عدد بسم الله ما شاء الله 19 ورام ليفي بيبدأ من الحجم السنطي إلى الحجم العشرة سنطي تعدد استقصال الأورام حتى كانت استقصال أورام من التجويف الرحمي وهنا طبعا الحمد لله يعني الوحدة عندنا وحدة الأورام اللي فيه يعني لها القدرة إنها تتعامل بكل أنواع الأورام اللي فيه ويمكن هذه البنت كانت عندها كل أنواع الأورام اللي فيه من أورام اللي فيه في العضلات أورام اللي فيه خارجة من الرحم أورام اللي فيه في الوتد الرحمي اللي هو البرودليجامنت يعني كانت عندها أورام لي فيها متعددة بطريقة غير طبيعية متزرعة وأصرينا إحنا والطأم المساعد معي من أسادسة طبعا محترمين إن إحنا نستقصل جميع الأورام اللي فيها والحمد للأمد بالسابق هنبدأ نتناقش بقى يمكن استغلالنا في القصة إن إحنا عندنا أفلام علمية كثيرة جدا 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 وصور متعددة دلوقتي بعد ما مر حوالي تقريبا 13 أو 14 سنة على هذه الوحدة من إن إحنا كنا بنبدأ الأول وحدة ماشيين بالراحة وكنا بنتعامل مع الأورام اللي فيها الأساسية ثم تقدمنا وتدرجنا وبأزاتة الخبرة وعمل بروتوكول هذه الوحدة من أسادسة من أستاذ أمراض نسا وأستاذ جراحة الأوعية وأستاذ الأورام مع أستاذ التغدير كنا الحمد لله إن إحنا بدأنا نضع فكر ورؤية لاستقصال الأورام اللي فيها والبرامج اللي إحنا عملناها وحطناها ABC في أثناء العملية هذه الإجراءات دي الحمد لله تقالت في أكتر من مؤتمر ويعني على هي سهولتها أو دايما السهل الممتنع سهولتها وأمانها لقت الترحيب جدا 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 من أطباء كثيرين لدرجة إن أحد الأطباء طلب مننا إن إحنا نروح لوحدة كاملة الطقم كامل ونجري هذه العمليات عندهم لتدريب الأطباء وتدريب أعضائي التدريس على البرامج اللي إحنا بنعملها أثناء استقصال الأورام اللي فيها مع الحفاظ على الرحمن هنبدأ نتكلم يعني أورام اللي فيها الحلقات بتاعتنا الجاية إن شاء الله هتبقى كلها أورام اللي فيها هنتناقش ما هو الورام اللي فيه ما هو أعراض الورام اللي فيه كيف يعلن عن نفسه هذا الورام اللي فيه ما هو الآثار المؤثرة أو المدمرة على السيدة في أعمارها المختلفة هل يمكن ظهور ورام اللي فيه في طفلة هل يمكن ظهور ورام اللي فيه ما بعد انتهاء الدورة في سين اليأس أنا بقول ظهور يعني إنه كان مش موجود وظهر هل يمكن هذا الورام اللي فيه يزداد حجما ببداية ظهور الدورة أو انتظام الهرمونات وهذا الورام اللي فيه لماذا ورام اللي فيه يتجه نموه إلى داخل التجويف الرحمي وورام اللي فيه آخر يتجه إلى التجويف إلى البريتون الخارجي من الرحم هل ورام اللي فيه اللي بيظهر داخل عضلات الرحم هو نفس الورام اللي فيه اللي بيخرق اللي يظهر خارج الرحم بوتد كبير خارج الرحم هل دهي فيه نفس مستقبلات الهرمونات وبنفس الأدوية ممكن يستجيب ليه هل يوجد أدوية على هيئة أقراص أو حؤن أو أي برامج علاجية تقلل من حجم الورم الليفي أو تلغيه خالص أو تضيعه خالص ما أفضل سبل الهجوم على الورم الليفي إمتى نقول الهجوم الجراحي عن طريق جراحة المناظير البطن أو الرحم أو الاستكشاف البطن ده مهم جدا هل يوجد تقدم في استخدام الأشعة وغلق الأوعية المغزية للرحم يعني ده يصلح لكل مريض يعني أنا لما أجأ أقول أنا مش عايز أشيل الرحم مش عايز أعمل عملية عايز أعمل الأشعة واغلق الأوعية هل غلق الأوعية المغزية للورم الليفي مفيد لكل الأعمار المختلفة من شباب إلى فترة الحمل والخصوبة أو ما بعد انتهاء الدورة إمتى نهاجم الورم الليفي حجما أو مكانا يعني ده مهم جدا لأن لنا قوانين معينة أي طبيب يجب أن يحترمها في اتخاذ القرار العلاجي أو اتخاذ القرار الجراحي الجراحي عن طريق المنظار أو فتح البطن منظار الرحم أو منظار البطن ما الفرق بينهم في التعامل مع هذه الأورام يوجد أضرار من استخدام الريسيكتوسكوب أو استخدام الهجوم على الأورام الليفية ذات الحجم الكبير داخل التجويف الرحمي ده مهم جدا ما الفرق ما بين استخدام الأجهزة الحررية والأجهزة الغير حررية في استقصال الأورام يعني بدأنا نناقش تفاصيل التفاصيل التفاصيل على مستوى العالم ما يخص الأورام اللي فيها السؤال بقى اللي بيخص حواء هو هل الورام الليفي على المدى الطويل ممكن يتحول إلى سرطان ولا لأ ما هي الأورام اللي قابلة التحول إلى السرطان هل سرطان الرحم هو نفسه كان جاي من ورام الليفي قبل كده ولا لأ يعني أسئلة كتير جدا من السيدات بتتناقشها بمعنى أصح أن هي فعلا من حقها تتطمن على نفسها وبالتالي كتير جدا هنلاقي أن هنفتح حلقة أو حلقتين ماذا لو تم استكشاف ورام الليفي بالصدفة كتير جدا 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 بقصة دي واللي بيكتشف وجود ورام الليفي دكتور أشعة بيعمل صنار على البطن أو الحوض لشكوى أو تحويل من طبيب أمراض بطنة تم اكتشاف الورام الليفي بالصدفة البحتة أثناء تركيب وسيلة لتنظيم أسرة أثناء فحص طبي عادي أمراض نساء فحص باطني عند طبيب باطني فحص طبيب جراح لأسباب معينة شكوى آلام أي شكوى في البطن يعني بمعنى أصح ماذا يتم في الأسرة العربية إذا تم اكتشاف ورام الليفي بالصدفة بتنهار الأسرة نفسيا السيدة تبدأ رايحة جاية تقول أنا جوايا ورام الليفي وتبدأ تجعله هو المتهم الوحيد في جميع شكواها اللي كانت موجودة قبل ما تعرف أني عندها ورام الليفي هنناقش حلقة أو اتنين عن اكتشاف الأورام الليفية بالصدفة إمتى ناخد قرار علاجي؟ إمتى ناخد قرار جراحي؟ وهل ده يعتمد على بعض الأشياء التي توجد بالورام الليفي من مكان وحجم وتصرفات وإعلان عن تواجده؟ معلقة تواجد الورام الليفي بالأعمار المختلفة؟ إمتى نهاجم ورام الليفي لا يعلن عن نفسه؟ ده مهم جدا يعني إحنا ببعض الأحيان لازم نتناقش مع السيدة إن هذا الورام الليفي يجب التعامل معاه هنفطارد مثلا لم يعلن عن نفسه لكن إحنا بنلاقيه في تأخر الحمل وبدون إبداء سبب واضح إلا تواجد هذا الورام بنبدأ نتعامل مع هذا الورام ما هو الورام الليفي التي يتم التعامل معاه قبل برامج الحقن المجهري؟ كتير جدا يبقى سيدة تيجي ولا أنا آسف أنا هبدأ أعد الرحم الأول لزرع الأجنة وبالتالي إن هذا الورام الليفي اللي إحنا اكتشفناه أثناء المتابعة وبالصدفة هذا الورام يجب أن يتم إزالته قبل ما أدخل برامج الحقن المجهري هنتناقش في علاقة الأورام الليفية بتأخر الحمل علاقة الأورام الليفية ببرامج الحقن المجهري علاقة الأورام الليفية بتكرار فقدان الحمل هل يمكن التعامل مع الأورام الليفية أثناء أي إجراء عملية زي القيصرية نفرض؟ إمتى في القيصرية نلجأ إلى استقصال الأورام؟ وإمتى الأورام الليفية نتركها كما هي أثناء إجراء العملية القيصرية؟ كتير أم الأطباء بيجسفوه بإجراء الاستقصال الأورام اللي فيه أثناء القيسرية بيكون الضحية هي الأم إما باستقصال الرحم أو بنزيف ولا يمكن أن يتمكن من وقف هذا النزيف هل الأورام اللي فيه لها علاقة بوضع المشيمة والتصاق المشيمة أثناء الحمل أسئلة كتيرة يعني إحنا بنلاقي لو جينا عدنا نتناقش في حلقات الأورام اللي فيه وعلاقتها بالعلم أمراض النساء أو علم الحوامل هلاقي إن الأورام اللي فيه بتعلن عن نفسها في كل فترة من فترات حياة حواء عشان كده أنا شايف إن الموضوع يعني موضوع علمي حلو جدا 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 يساء استخدامه للأسف يساء استخدامه بعض الأجيال من الأطباء بدأوا يسيئوا التعامل مع هذه الأورام يعني أورام لي فيه لا قيمة له ويبدأ الطبيب يتعامل معه جراحيا هنيجي نقول طب ما الفرق هنيتناقش مع بعض عن آثار الالتصاقات وأثار المشاكل هتنتمي إلى السيدة بعد التعامل باستقصال الأورام اللي فيه هتيجي تقول لي طيب من تبتعمل عمليات أورام لي فيه في بنات عزيني يحدث لهم الحمل أنا عندي لا بديل مشكلة إن لا بديل آه إن هيتم موجود التصاقات بس هذه الالتصاقات إحنا مجبرين عليها بعد إجراء هذه العملية حتى لو بدأنا بنستخدم الجراحة الميكروسكوبية في بعض السيدات اللي في فترة الحمل والخصوبة لكن للأسف برضو بيتم بعض الالتصاقات كتير جدا جدا من الحالات تم التعامل معهم أجريسيف بطريقة عنيفة في استقصال الأورام اللي فيه وبنطلع بالخمسة كيلو بالعشرة كيلو أحد السيدات طلعنا منها تلتاشر كيلو من مدينة منطقة اسمها فقوس في محافظة الشرقية يعني كل هذا كلام هنبدأ نتناقش معاه إن شاء الله في الحلقة هناخد أول اتصال ونبدأ نفتح الشهية ما هو الورم اللي فيه وما هي أماكن الورم اللي فيه وأنواعه المختلفة إلى هنناقش في الحلقات المختلفة إن شاء الله كل هذه الموضوع اللي احنا حطناها كأسئلة لأنها كأسئلة بتدور في فكر كل واحدة سيدة عندها ورم ليفي هناخد أول اتصال إن شاء الله عليكم ورحمة الله أستاذ صالح ألم حضرتك بعد ذلك حضرتك هسأل سؤال وحضرتك تبقى تعلق بعد الهواء عشان أولف نص دي أكده على صدق عشان ما قلت لهو اتفضل يا أستاذ صالح اتفضل فحالات الاندومتريوسس للستاجي 1 والستاجي 2 لما يكون الحالة الحالة ما حفظش الحمز يعني الحالة بريماري انفلتريتي بالراحة بالراحة يا أستاذ صالح بالراحة إنت قلتلي الاندومتريوسس استاجي 1 والستاجي 2 اتفضل امتى يبقى فيه دور للـ ART الـ ART الـ ART الـ ART الـ ART الـ ART في الحالة انت حضرتك طبيب حضرتك طبيب لا طيب فضل عايز تقول ايه دور التقنية العلمية في مساعدة الحملة الـ ART في حالات الاندومتريوسس استاجي 1 والستاجي 2 امتى نستخدمها يعني في كل الحالات يعني لما عمل نارد لابروسكوبكستاجي استخدم التقنية بعد موظور على طول مباشرة ولا استنى ست شهور طب هاستنى ست شهور هل كل حالات اليو 6 اعتنى ثل� شهور ولا في حالات مجتستنى نـازما نخضها على الحال المجاري مباشرة واي اللي اخضها على الحال المجاري لما يكون حالة الايبيض سليمة لما يكون عندنا مثلا متvesجن 분들이 ومي سم Levi وانيا جاذيision هل دول اللي هاخده مباشر على الاكسي ولا في حالات هاستنى ست شهور واستنى момент والله يا دكتور انت لمتلك الاسئلة كلها انت راجل محترم راجل محترم بس الموضوع ده كده هيبقى ده عايز حلقة يا دكتور طب انا هقول سريعا القصة الهجرة بطالة الرحم لها اربع درجات الدرجة الاولى دائما لا تعلن عن نفسها الا بتأخر الحمل هي والدرجة الثانية دائما الدرجة الاولى والدرجة التانية يتم اكتشافهم فقط بالمنظار الجراحي غالبا لما بيتم اكتشاف الدرجة الاولى او التانية بالمنظار الجراحي بنتم التعامل فوري معاه وكما نعلم ان كلمة هجرة بطانة الرحم فهي مرض زي السكر ما بيخفش هو بيرتجع تاني مرة اخرى مش علشان بيجد جديد لا بيبقى فيه اماكن في بدايتها فبتظهر بتزداد بعد كده الهجرة بعد المنظار مباشرة وبالتالي احنا دائما في علم الجراحة المناظير لما بيتم اكتشاف هجر بطانة الرحم بيتم اكتشافه في سيدة عندها تأخر الحمل ولا نعلم ما هو السبب اللي يسبب لتأخر الحمل لان الهجرة لا ترى المرحلة الاولى في السونار ولا يوجد دلائل اورام زي السي اي مي خمسة وعشرين يطلعها ولا اي حاجة هتم اكتشافها اثناء اجراء المنظار ودائما الاتيبيكال تايب بتاعها الجزء الاتيبيكال غير التيبيكال اللي هو الاولى والتانية محتاج جراح مناظير خبير بالمناظير عشان يبحث في اماكن معينة فين هذه الهجرة والتعامل معها فورا بالاجهزة الحرارية الاما سنائي او او حادي الكهرباء ويتم بعد كده مباشرة اعطاء هذه السيدة بعض الادوية التي تحرم الهجرة من هرمون الاستروجين غالبا بنيديها اما الحقنة تحت الجلد نوقف انتاج خط انتاج الطبويد او دلوقتي بنيديها بعض الادوية البروجسترون المعدلة اللي هي بنيديها المدة من 3 ل 6 شهور في بعض الاحيان احنا اذا كانت السيدة في العمر عندها يعني اكتر من 30 او 35 بعد جراحة المنظار هنا بنلجأ فورا الى اجراء العوامل المساعدة لان لطول فترة الزواج وتقدم العمر وعدم التنبؤ بانهيار مخزون المبيض اما اذا كانت الحالة في لسه حديثة الزواج او سنها صغير يمكن اني انا بعد ما احبط ظهور اي هجرة ببدأ اسعيدها بالتنشيط بعد دورتين او 3 دورات من الاحباط استطيع اتعامل معها بالتنشيط كثيرا من الحالات في حالات الهجرة الهجر بطانة الرحم المرحلة الاولى او التانية كثير من الحالات بعد المنظار اذا تم اجراءه جيدا بيتم الحمل فورا حالات كثيرة جدا جدا شفناها مجرد ما احنا بنتعامل معها جراحيا لكن للأسف التعامل مع هجر بطانة الرحم يجب على الجراح المنظير يكون يعلم ما هي ميكانيكية تأثير الهجرة على تأخر الحمل ده مهم اوي علشان كده هو لو عرف هذا التأثير بتاعها هيعرف يتعامل مع هذه الهجرة ازاي؟ وهيعرف يتعامل ان تلوس البريتون بالسيتوكاينز وبعض المواد المضرة على الاخصاب يجب التعامل معها لان هذه المواد بتتراكم في البريتون على مضر شهور لما انا اجي اعمل منظار واقضي على الهجرة مش ده بس لازم ان انا اتعامل مع البريتون بالكامل بالمواد المعينة اللي بتؤلل تواجد هذه المواد القاتلة للحيوان المنوع والبويضة ومن هنا احنا كجراح منظير هجر بطنطر رحم الاولى او التانية لها بروتوكول في التعامل يبقى اولا قلنا نتعامل معها جراحيا ثانيا احباط الطبويل دورتين لتلت دورات اما عن طريق الحقن طويلة المفعود تحت الجلد او عن طريق اقراص ثالثا بداية التنشيط طالما اني انا عندي الانبيب سليمة ولا يوجد فيها انسداد اذا تعاملت مع الهجرة لان الانبيب غير سليمة وفي انسداد في الانبيب تعامل مع الهجرة ولا تتعامل بعنفوان مع المبيض حتى لا تخسر مخزون المبيض لان دي خلاص دخل البرامج الحقن المجاري رحمة ربنا ان كل السيدات او نسبة عالية جدا جدا من المرحلة الاولى والتانية اللي عندهم تأخر في الحمل وتم التعامل معهم اما بعد كده بالتنشيط وحدث حمل او البرامج الحقن المجاري وحدث حمل والانبيب السليمة بيحدث الحمل بعد كده الوحده تلقائيا بدون اي برامج وبدون اي مساعدة لان كل الهجرة بطنط الرحم بيحصل بنقول عليها اتملتس ملتس يعني بتزوب تزوب تماما في تواجد هرمونات الحمل التسع شهور وهرمونات الرضاعة لو تمت الرضاعة مدة كبيرة وبالتالي اجابة لهذه الاسئلة هو ان السيدة يتم التعامل معها بالمنظر للتشخيص والعلاج والتخاذ القرار احباط طبي للتبويض او عن طريق احباط موضعي عن طريق الاقراص تنشيط لو كانت الانبيب سليمة اتخاذ القرار بالايو اي او طلقيح الرحمي هنا متفاوت لان احنا لازم نفهمه احنا بنعمله ليه يعني احنا بنعمله لبعض الظروف الموجودة عند الزوج او بعض الظروف الموجودة عند الزوجة موضعية دائما لكن استخدام الحاجة زوجية مع تنشيط وبرمجة الحاجة زوجية مع تنشيط والتفجيط والبرمجة هنا بيديني فرصة عالية جدا جدا لو كانت الانبيب سليمة وعلاقة الانبيب مع المبيض علاقة سوية وليست مرتجلة من التصاقات الهجرة انا شايف كده ان احنا لقناها بالكامل لكن طبعا لو لقينا ان في مشكلة موضعية تؤخر الحمل اخرى من انسداد الانبيب او في مشكلة عند الزوج او او هنبدأ نلجأ الى الاجزي او الحقن المجهري او العوامل المساعدة من الارت بالكامل لكن هنا برضو يعني قصة ان انا اعمل اي 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 او تلقيح رحمي ممكن من حقك يا دكتور لو كان السيدة دي اتعاملت مع الجزء المرحلة الاولى منها ولا النبيب سليمة والعلاقة سليمة والزوج في ضعف بسيط ويمكنك تديها يعني دورتين على الاقل بالتنشيط والتفجير واختيار معاد مناسب للاي او اي التلقيح الرحمي انا كده رجعت لك كل حاجة ام ريتاج عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فان بوسي دكتور انا عندي 22 سنة ولدت مرة واحدة ولادة طبيعية وبعد الولادة بسنة اا كان الوجع جاملة قوي بكاترة شخصة ان هي زيدة وبعد ما دخلت العمليات اكتشفوا ان هو كيف دم وفجر عنه بيض الشمال اا بعد ما عملت العمليات ثانية واحدة ثانية واحدة احنا دايما بنقول للاطباء والطلبة عندي ان الست اللي بتتشخص لها او البنت اللي بتتشخص لها زيدة وتطلع كيس دائما بتبقى مبيض اللي مين ما ينفعش يعني ما هو كل الوجع في الجنب اللي مين يبقى يا زيدة يا مبيض جاب الشمال ايش جاب الشامل المغربي يعني ازاي انفجار في الشمال والالام كلها متواجدة في اللي مين يعني برضو بلغي جراح يعني الرد انا مش مختنع به دائما بيبقى المتهم المبيض اللي مين وليست المبيض الشمال في حالات التشابه ما بين الام انفجار بويضة وزيدة دودية ودي ثلاثة اربع البنات بينظلموا ودايما بقول لأطباء عندي ان اكتر بنات بيتم ظلمهم بنات في مدرسة التمريد كل ما يجي لهم واجع في جنبهم اللي مين التبويض الجراح ياخدها ويروح شايل لها الزيد اتفضل يا فان وبعدها بصغر تابت تاني وقالوا لني عندي كيس دم تاني عن مبيض اليمين وكاني يجمنع الحمل بالشامل وقال لي انشي عليه والكيس هيختفي معاه يعني هو الطبيب الجراح فتح بطنك وشاف ملقاش الزيدة ملقاش الزيدة بسعملها بتقولي كان ايه يا فاندب ملقاش الزيدة بسعملها يعني ما كانش عندي زيدة ولا حاجة بسعملها يعني هو جراح لقى الزيدة سليمة اه اه اتفضلي وثالث زيدة وعمل العملية التانية وبعدها بشهر جالي كيس تاني على المبيض التاني يعني نيز هو يكون العكس يا مدام يعني هو عمل المبيض اليمين الاول بعد كده داخل عالشمال هو عمل الشمال عمل الشمال متأكدة اه كده طبعا ما الدكتور قال لي كده طب هو فتح الصحر اللي بخ يا فاندب بعد إذن سيادتك هو فاتح فتحة الزيدة ايوة فتحة الزيدة عشان يصل الى المبيض الشمال ببهد للدنيا وهو ده اللي الدكتور عمل في قط العملية يا فاندب ده عشان يوصل من هنا بالفتحة الزغيرة بيطلع منها الزيدة بالعافية عشان يوصل للنبيض الشمال ملوش إلى حل من اتنين يا اما يوسع الجرح يا يغير اتجاهه او انه هو يستخدم الآلات زيادة عن اللزوم عشان يشد المبيض وفي الحالتين يعني كاتاستروفي نصيبة فضلي هو وسع الجرح مش جرح زيدة الجرح اكبر شوية يعني هو وسع الجرح للوصول اللي المبيض التاني وما استعانش بدكتور النسا لا استعانش دكتور النسا برضو يعني هما يقول دكتور النسا للعمليات ودكتور النسا قال له ايه يا فاند قال ان العملية منهاش ارقب الزيدة وان المفروض يفتح فتح كريساري عشان يعمل العملية التانية وهم ده حضراتك ما دومش حاجة اسمعها منذار بطن خالص ولا ايه لأ مطروس لأ ما فيه يا فاند مما يكون في علامة استفهام دايما مش عارفين ايه اسهل حاجة ادخل في ديئتين اتنين بالمنذار واشوف كل حاجة واشخص كل حاجة واعمل توصيق لكل حاجة واخد القرار تابعي واتابع الجراحة وانتهت القصة على كده مش صعبه ابدا يعني عمليها كلها بتاخد عشر دقايق فضال يا فاند تم التعامل مع المبيض الاخر بكيس دموي اخر او طب بتاني برشان مانا يتحمل على انه الكيس حينسجر الوحده والجسم حينطفل لكيس وخلاص حيروف الوحده ففي السنار اللي بعد كده قال لي ان الكيس مش موجود بس لازم امشي على برشان مانا يتحمل على سأل اتلاف ان يطلع لي كيس ثاني فالقلم دايما متكرر عندي بس بيقول لي ان السنار مفهوش اي حاجة طب السؤال دلوقتي ايه فاند ان انا اعمل ايه او سبب تكرار الكيس في شهرين متكليين ده فيه خطورة ولا لا لا هقولك حاضر استكلمة كيس الاطباء وصلوا معلومة لسيابتك بطريقة استفزازية والفتة للنظر كل بص يا بنتين اي واحدة عندها خط انتاج بويضة احنا بنشوفها كتير جدا في جراحة المناظير البويضة دائما بتتجه الى انها تنمو ثم بتأتي عند فترة من الحجم معين يتغير تأثير الهرمون عليها تشرب المية فتنفجر انفجار البويضة دي بتبقى وارد في بعض السيدات او البنات بتيجي عند بعض الشعيرات يحدث نزول دم في البريتون او سائل البويضة في البريتون يحدث ما يسمى المتلش ميرز بين او المتلش ميرز يعني ما في وسط الدورة اللي هو آلام مشابهة لآلام الزائدة الدودية بالضبط التهاب بالضبط لكن فيها خاصية انها ممكن تكون مصاحبة ببعض الافرازات او نزول دم مهبلي وفي بعض ودائما لا تزيد عن 48 ساعة وبتبقى متمركزة في البطن لكن غير مصاحبة باعراض للجهاز الهضمي دي هذه الآلام في بعض الاحيان هذا الكيس المغلف للبويضة بيحدث جواه نزيف بيسمى الكوربس ليتيام هيموراجيكم يعني ان الكيس الاصفر بيتم فيه نزيف ده قط انتاج البويضة هو الوحده بينكمش وبعد كده بيختفي ويضمر الوحده اما باقراص او بدون اقراص من 3 الى 6 شهور غالبا بيختفي في موضوعه نفسه مكانه تكرار ظهور هذه الاكياس الدموية لاني لازم الدكتور بس يوضح لك القصة هي مش اكياس دموية هجر بطنط الرحم لأ هو ده كيس الاصفر اللي بيحدث فيه نزيف وبالتالي في الصنار بنقدر نفرق بوضوح جدا ما بين هجر بطنط الرحم نزيفها وهجر بطنط والنزيف داخل بويضة ديبقى واضح جدا في الصنار المهبلي وبالتالي هنا اللي احنا بنقوله خط انتاج التبويض يعيبه مشكلة يبقى لا يزا بنقول ارتجال انتاج البويضة لا يوجد الا قرار من اتنين اما اني اوقف هذا التبويض لو انت سيادتك مش عايزة حمل عن طريقة راس منع الحمل الدنيا بتيحدى خلال ثلاث شهور وتبقى كويسة قوي او اني انا ابرمج وانشط هذا التبويض في خط سير انتاج وبالتالي هيحدث الحمل عشان كده ما عندناش قرار الا يا كده يا كده لان فيه كتير او من السيدات كل مؤزم قط انتاجهم اكياس 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 فضية او اكياس فيها دم ولكن زي ما ظهرت زي ما بتختفي الوحدة تاني تفضلي معانا المدام مونة الو الو اهلا وسهلا يا فاند تفضلي زي حضرتك يا دكتور يا مرحب بيك يا مونة هاند تفضلي يا دكتور انا بان البعطنين متجوزة الو انا سامعك يا مونة والله مركز بقال لك 4 سنين متجوزة اه بقالي 4 سنين متجوزة وبيحصل لي حملة عادي وكل حاجة بس الجنين بيجي في الشهر الساكت وينزل في الشهر الرابع وينزل عملت تحليل وعملت اشياء عملت اشياء بالصبغة بس ما حدش هطلني ما تيجي ايه اللي عندي يعني سيابتك اول حملة كنت يحمل فالدية فاند في الشهر الرابع يعني كان ليه كان ليه خمس في ين في الشهر الرابع وحصل لي زي نظام مغف كده وكيس المايا كيس المايا التحبت علي وبعد كده حصل يعني بعدها بيومين الجنين نزل وتاني حمل وتاني حمل كان في السادس في السادس انا سقطت بقالي 5 اه في السادس طب بعد كده انتي كم مرة نزلتي هذا الحمل في السادس يا فاند او الخامس مرتين انا سقطت بقالي 5 مرات نصبر بقى الأطباء اللي هما شافوا سيادتك قالولي فصروا فقدان الحمل في هذه المرحلة بايه؟ قالولي عنوك الرحم قصير عملت عملية قالولي الجنين ساكن تحت الأول عملت عملية الرب ساكن ثاني بس أنا عايز أعرف أنت محافظة ايه فان؟ نعم أنت محافظة ايه؟ من الجيزة لا من الجيزة يعني أنت من جنوب الجيزة كده طالع من ميدان الجيزة فالمونيب فطالع ها قصي كلمة العيل ساكن تحت والحاجات دي ما بتتقلش في القاهرة خالص مش موجودة عندنا ما فيش حاس ما عيل ساكن يا فاند الطفل موجود في كيسه عادي والكيس جوه الراحل لهو هيقدر يسكن ولا هيقدر يعزل لا هقولي حضرتك حاجة يا دكتور قصد كلمة أن قالولي الجنين عندك في حوض بطنك يا فاند مقولي له يا دكتور الله يسعدك ما تستخدمش اللغة العربية في تضليلي هذه استخدام اللغة العربية في تضليل المرضى لا في حاجة اسمها عيل ساكن في الحوض والعيل نزل في حوض المية والعيل سائط كل الكلام ده استخدام الفاظ للتضليل أنت عندك حمل طبيعي والمشكلة تنتمي إلى عضلات عنق الرحم إما لعيب خلقي في الرحم أو لمشكلة موضوعية في عنق الرحم من انتهاء لازم الطبيب يضع برامج العلاجية بداءا آسف التشخيصية أساساً وانت مش حامل ثم يتم التعامل مع سيادتك بأنه هو الصح أنه بياخد عينة من المهبل يشوف الميكروبات اللي موجودة منها ويتعامل معها موضوعياً ثم يتم إجراء العمل الربط عنق الرحم وللأسف يا فندم إسمعيني إسمعيني للأسف أكتر من تسعين فمية من أطباء النساء ولادة ما بيعرفوش يعملوا ربط عنق الرحم عشان أجيبها لكم الأخ قالوا لي عنق الرحم قصير يعني بعد ما عملت العملية مرتين عرصتها على دكتور أخر حمد أخر سقط لي ده حاولي بقالي يصفه شو قال لي أطلل عصف عنق الرحم لعنق الرحم قصير يا ستي يا ستي أي عيب في عضلات عنق الرحم تنتمي إلى الآتي إما طول أو العرض أو السمك العضلات ويديني اتساع في التجويف هذا عنق الرحم الضعيف في بعض الأحيان عنق الرحم بيكون مقطوع بالكامل قطع جانيبي من آثار قديمة من ولادات قبل كده كده أو كده المشكلة تنتمي لعضلات عنق الرحم التفسير سببها إيه الطبيب اللي شاف سياتك هو اللي هيقول أما النهائية يا دكتور بعد ذلك حضرتك بس الطبيب قال لي أنت كده عايز عملية تكاف سنة من جوى البطن وانت في الشهر الثالث عايزة أي يا فندم يعني عملية ربط من جوى البطن في الشهر الثالث حاضر انت لوقتي عايزة يعني أفتح موضوع طرق ربط عنق الرحم وما هي أفضل طرق لربط عنق الرحم ويا ريت طبيب عن أحدث أي أفضل طرق لربط عنق الرحم وما هي الطرق اللي بنعملها في الجامعة ودربنا عليها أجيال أسادسة دلوقتي ما شاء الله في التعامل بإجراء العملية الحقيقية أولا هي قصة تركيب غرزة حرير وكلام ده تقريبا إحنا ما بنعمل لاش بأننا فوق التلاتين سنة بنركب جهاز اللي هو سيرفايكل تيب من تيفلون شريط تيفلون هذا الجهاز بنضرب الأطباء عليه في إزاي يركبوا سنين مش سهلة يعني أنا باستغرب ما بنجي نجري هذه العمليات على ناس كبار جدا في السن لا يعلموها ولا يعرفوها لأن يجب وضع هذا الجهاز عند بوابة داخلية لعنق الرحم أو فوق البوابة كيفية الوصول للمنطقة دي بقى محتاج تدريب شق للأطباء عن طريق الوصول لها عن طريق المهبن ده مهم جدا لكن للأسف وإحنا شفناه على يعني حتى في وسط استشارين وأسادسة القصة عنده بيجيب الشريط ويركيبوا تركيب زي ما بيكون بيركب الحزام فوق البنطلون وليست في علامة البنطلون وأكتر من مرة حاولنا نعلم الكل رفض أنه هو يعرف هذه العملية لصعوبتها بدأنا نتعامل معها بزرع الشريط عن طريق المهبل الحمد لله وبنتائج رائعة زلعنا الشريط عن طريق البطن بنتائج رائعة زلعنا الشريط عن طريق استخدام المنظار البطن الجراحي بنتائج رائعة قررنا الثلاث طرق في زرع هذا الشريط لقينا أنه إحنا بعد التدريب القاسي نستطيع وضع الشريط عن طريق المهبل في نفس المكان اللي أقدر أحطه عن طريق البطن وفي نفس المكان اللي أقدر أحطه عن طريق المنظار البطن الجراحي يعني هي محتاجة خبرة محتاجة خبرة كيف تتم أن أنت تتعلم يقدر يسلك المسانة لغاية البريطون فوق ويفتح المهبل من الخلف لغاية البريطون الخلفي ويبدأ يوضح العضرة القابضة للرحم الداخلية وبالتالي أو بنعلم بنقول بوابة داخلية ووضع الشريط فويها أو عندها القصة محتاجة تدريب للأسف وأنا دي مش أقدر أقول لأن هي صعبة جدا زي ما بنقول لا يمكن تعليم السباحة أني واحد يجيب كتاب ويقعد جنب البحر ويقول أنا هتعلم من الكتاب how to swim في الكتاب ما ينفعش لازم أزوء الدكتور ده في البحر وخليه يعوم ويغرق ويصحى ويعوم ويغلق لغاية ما يتعلم العوم إذن لا يمكن أني أنا أعلم طبيب نهائي عن طريق الكتاب إزاي يعملها لا لا ما ينفعش لازم يقعد جنبي كده خمس ست حالات عشر حالات ويتفرج كل حالة لها قصيتها هنا هبدأ أشهر إزاي هنا هبدأ أقص إمتى إمتى هستخدم المشرت نوعية المشرت رقم المشرت كل حاجة وإزاي استخدام المبعدات بطرق مختلفة إزاي وضع الشريط بطريقة مناسبة من فين يتحط العقدة ده إحنا حتى بدأنا يعني عندنا طرق أخرى إن إحنا نركب شريطين بعقدتين عكس بعض يعني دي من الشطارة الزيادة عن اللزوم عملناها أيضا في الشغل بتاعنا إن إحنا نركب الشريط وناخده واحدة عقدة المين ونركب الشريط ونعمل عقدة شمال ونعملهم خلف خلاف عشان نعرض المكان اللي فيه بوابة عنق الرحم التقنية دي برضو أيضا زي ما بنقول يعني قليلين جدا اللي اتدربوا عليها يمكن إحنا في عشان كنا مسكين وحدة جراحة المناظير فاشتغلنا كتير قوي عن طريق المهبل أثناء استقصال الرحم فتعودنا إزاي نصل إلى أماكن صعبة جدا الوصول إليها عن طريق المهبل أنا باعتذر العيب مش في سيادتك العيب في العمل إجراء الربط العنق ويمكن أحد السيدات من منطقة الزأزيق هي شايفاني ومن السيدات المتابعاني كويس أول هذه السيدة تم إجراء الربط عنق فقدت حمل أكتر من ستة أو سبع مرات فيهم أربع مرات ربطت عنق الرحم ربطت وربطت مع زملاء وأسادسة وشطار وفشلت الأربعة الحمد لله لما جات لنا قبل الصورة وعملنا لها أول ربط جابت ولد جابت بنت اللي هي أمر وبعد كده عملنا لها ربط مرة أخرى بطريقتنا وجابت ولد ولسه من شهر بالزبط حامل دلوقتي وعملنا لها الربط المرة الثالثة وعنق الرحم لا يأتي أكتر من عقلة صبع عقلة صبع لكن ليه؟ لأن إحنا بنبدأ نعمل تسليج بالكامل من تحت عملية طويلة بتاخد حوالي ساعة أو ساعة لربع إلى أن أزرع الشريط ثم أعيد كسوة العنق الرحم مرة أخرى بالمهبة المرة تانية يعني بمعنى أصح العملية هي اللي صعبة لكن المشكلة إن لازال الأطباء بيستسهلوا في اختيار العملية السهلة وألفوا عملية من العمليات أنا معرفش جابوها منين يعني أنا دورت في الكتب كتير لكن هي تأليفة عربي أو تأليفة مصري إن هو يستخدم الشريط بالعشرات كار ويعمل ماجدولند عقدة تانية قصة كده في براكة بيدور على السهل مش أكتر من كده اللي هو مش عايز يتعلم الصعب لكن السهل لدرجة إن إحنا العمليات اللي بنعملها في ربط وعنق الرحم مشكلتنا الأساسية إن الأطباء ما بيعرفوش يفكوا الرباط لما يجي يولده لسه في حالة في مدينة مرسى مطروح كنت أنا من سنتين عملت لها الربط وأحد الأطباء ولدها قيصرية وقال لها نفكت لك الربط جات لي من حوالي أربع شهور لقيت الربط زي ما هو زي ما هو لأنه هو مش عارف يوصل له أصلا لأنه دايما بنقول العمل هو اللي يعرف يفك أو الكلمة الألهالي أحد الزملاء اللي حضر الجن هو اللي يعرف يصرفه عشان كده أنا بعتذل إسيادتك موضوع ربط عنق الرحم ده موضوع سهل جدا جدا لكن صعب جدا لسهولته صعب على المعظم الأطباء يتم التدريب عليه والتعامل معاه وإحنا يمكن هنعمل لها حلقة إن شاء الله هوريكوا إزاي بعملها من بصل إلى الرحم عنق الرحم لآخر ومن تحت وإزاي أتعامل معه بالمنزار البطن وإزاي أتعامل معه بالفتح البطن هوريكوا كل العملية دي إن شاء الله في فيلم فيديو بإذن الله معنا اتصال يا علي يا علي دي يا واحدة يا علي عبد الله اتفضل يا أستاذ عبد الله أهلا وسهلا يا فن يعني ربنا يا جزي خير على معلمات حضرتك ربنا يجيك لك يا دك يا حبيبي أهلا وسهلا بك يا فن اتفضل يا فن من نسبة يا دكتور أنا متزوج من من أربع سنين ويفيد أخر حمل أربع سنين في تأخر حمل أربع سنوات وهي أول حدث حمل سابقا لا ما حصلش أي حمل يعني من أول ما تم الزواج الغد لوقتي ما حصلش حمل نعم بالنسبة للزوجة عندها دوقتي 22 سنة السن 22 سنة نعم تفضل بالنسبة احنا يعني رحنا تخطرة كتير وكده رحنا القاهرة مؤخرا من قيمة تمنت شهر الدكتور شخص ان فيه تكايس مضايد وفيه بطانة بطانة راحة المهاجزة يعني التكايس ماشي طب البطانة شخصها ازاي تاني برضو هنرجع ازاي شخصها يعني تم تشخيص الهجرة وتكايس في أثناء إجراء المنزار اه نعم اتفضل خدنا كورسي علاج مع الدكتور ست شهر تنشيط في القاهرة في الجزة عندكم وخدنا برضو أربع تشهر تنشيط وقال للدكتور بعد شهر عشرة لو ما فيش حمل نعمل تلقيح صنوعا اتفضل يعني ايه رأي حضرتك في الكلام يعني هل البنمك ده صح بص حضرتك طبعا احنا لا اعيف اي من الاطباء كلهم ولادي لكن كله صح قراروا ان يدخل الى المنزار وتشخيص الهجرة او تشخيص تكايس المبايد وتعامل معهم لكن انا ليه بس نقطة هنا صغيرة هقولها حوالين هذه النقطة نقطة علمية حقيقية وليست تأليفية اه ما يخص انه اجرى المنزار ووجد ان الانابيب كويسة ولا اهجرة تعامل معها او في تكايس تعامل معاه ثم اتخذ القرار بالتنشيط لتدورة تلات دورات لست دورات ثم اذا فشل يلجأ الى التلقيح الرحمي انا شافه ماشي صح ده هذا هو البروتوكول اللي بنعلمه لهم وهذا هو البروتوكول اللي هيمش عليه لان في نهاية تلات محاولات او محاولتين لتلاتة تلقيح صناعي هيبقى هنا هيتجه الى الحقن المجاري اقولت كلمة بس صغير في احد المؤتمرات الطبية كانت 2003 كنا كان فيه نقاش حوالين الهجرة والامراض المتلازمة معها يعني ايه سيدة عندها هجر بطانة الرحم هل بدأنا نتناقش هل ممكن يجي لها كذا هل ممكن يجي لها كذا يعني بنعلم صح تواجد اشياء اخرى مع الهجرة لقينا الاتي او ملخص الموضوع ان هجر بطانة الرحم نمر واحد اذا كانت من الدرجة الاولى او من الدرجة التانية يمكن ان يصاحبها ارتجال في الطبويد بالصور التكايس او لا بس بيبقى نسبته ضعيفة اذا تواجد مرضية التكايس المبايد بظهور كل اعراضها وارتفاع نسبة هرمون الزكري هنا بنقول ان صعب جدا جدا نلاقي معاه هجر بطانة الرحم لان علاج هجر بطانة الرحم هو استخدام الهرمون الزكري او بعض الهرمونات المشتقة وبالتالي ان صعب او تواجد يتم مع بعض لكن ردا على سيادتك انا شايف الطبيب ماشي صح طالما ان كل الكلام اللي انت قلتولي حقيقي وصحيح اتفضل استاذ علي معنا اتصال مدام دعاء علي السلام عليكم اهلا وسهلا تفضلي يا دعاء هلو سمحت يا دكتور انا من جاوزة لها 8 اثنين اتفضلي وحصل حمل الضواتين اول حمل نزل على 35 يور وثاني حمل على ثلاثة شهوم النبض تواجه في صفاتنا ومنزلش فعملت عملية تصريف وبعدها فجي تكشف وتابع واخد ماشيطات محصلش حمل وكل الدكتور بتقول لي ما فيش اي مشاكل وتحليل الجزء كويسة خالص يعني عمل كذا تحليل في كذا ما عمل كويسين يعني انت دلوقتي في حاجة عايزة تقوليها غير ان السيادتك متزوجة وحصل فقدان حمل مرتين الاول مبكرا جدا عند عمل الاختبار التاني استمر شوية وبعد كده قالوا لك مفيش نبض ايوه وتم التعامل معاك بعملية تفريغ ثم منذ ان تم هذا التفريغ فيه تأخر حمل ايوه السن كم سنة يا فن؟ تسعة وعشرين نعم تسعة وعشرون سنة يا دكتور تسعة وعشرونة طيب كويس اللغة العربية الفصحة حلو تسعة وعشرونة سنة اه طبعا احنا بالنسبة لنا يعني دائما احنا يعني عايزين نتناقش فيه تأخر الحمل السنوي وليست الابتدائي اه اذا ربطنا ما بين فقدان الحمل المبكر وتأخر الحمل متهيقلي بانا شايفك يعني احنا كعملين زي الزباط المباحث كده بنطور على متهم وبنحاول نربط ما بين المشاكل اللي تمت والوضع الحالي وبالتالي اني انا شايف ان فيه ارتباط وصيق ما بين تأخر الحمل وفقدان الحمل المبكر يا ريت نرجع تاني للطبيب المعالج لان فعلا يوجد سبب عند حضرتك هو السبب اللي مآخر الحمل هو السبب اللي يعمل لي فقدان حمل مبكر يمكن احنا دلوقتي بس هنرجع بقى لموضوعنا اللي احنا كنا بدأنا فيه وهو الاورام اللي فيه الحلقة بتاعت النهاردة احنا مرضناش نبدأ افلام عشان ما نهجمش على المشاهد بافلام علمية صعبة بقى كده لكن عندنا زي ما بيقول مكتبة علمية ودي كلها معمولة في وحدة الاورام اللي فيها عندنا رائعة وشيقة من كل انواع الاورام اللي فيها في كل الاعمار وفي كل مكان فيه الرحم وبكل الطرق تم التعامل بيها انشاء الحمد لله من منظر الرحم الى منظر بطن الى استكشاف وفتح بطن وكل حاجة يعني ايه زي ما نقول ايه احنا عندنا ياما في الجراب يحاوي من كتر العمليات اللي احنا اجرناها لاستقصال الاورام اللي فيها وعلى جميع الاعمار من بنات لسه شابة في بداية الدورة الى انها بنات في اعمار زي يوم الخميس اللي فات الى سيدات في الحمل والقصوبة الى سيدات عند حول الاربعين الى سيدات بعد انتهاء الدورة ودايما هينسئل السؤال الدائم بتسئله ست انتهت الدورة ليه بتحافظ على الرحم وده هنقشه هنقشه برضو وهنحط ليه مكان طب انت شيلت الورام اللي في ليه ما شيلتش الرحم نرجع ان احنا عشان نقفل حلقة النهاردة ان الاورام اللي فيها هنبدأ نضعها في بند انها زي الحسنة اللي في الوش انا افترض كل سيدة اتولدت لقت حسنة معاها ولما بتكبر في السن الحسنة بتكبر ولما بتروح اسكندرية او بلاش اسكندرية خلاص محدش بيروحها دلوقتي بيتروح اي حتة تانية تصيف بيها عشان طب تنزل بحر مفيش بحر في اسكندرية تنزل في اي حتة تتشمس الحسنة تصمر ترجع من المصيف الحسنة ترجع تاني يعني عايز اقول ان الحسنة هي ورم زغير ظهر من مكونات الجلد ومدت الميلانين هذه الحسنة تكبر بالعمر وتتأثر بالظروف اللي هي التعرض لها وترجع تاني حجمها الطبيعي لكن السيدة اتعودت عليها لما بتبص في المراه وهي امتى تاخد قرار بالتعامل معها جراحيا هنقول لما تتغير هذه الحسنة باعلانها بطرق مختلفة انها بتهرش فيها زاد فيها شعر بدأت تنزف نزيف بدأت تجبر حجم كبير هو ده الورم اللي هي فيه اللي هو ورم تجمع الياف من نفس مكونات الرحم الياف الرحمية تجمعت بصورة ملفتة للنظر هذه الالياف ضغطت على عضلات الرحم عملت غلاف كاذب من عضلات الرحم من قوة الضغط عليه وبالتالي هذه الالياف هي من نفس الياف الرحم تولدت السيدة معهود باحجام صغيرة تزداد هذا الحجم او انه يكبر بظهور الهرمون الانسوي وديبدأ يزداد يزداد اثناء الحمل ويقل بعد الولادة وهو زي ما بنقول ضيف معانا في البيت يأكل ويشرب ويأكل ويشرب ويتأثر بكل شيء حواليه انقطاع مية انقطاع نور اي اكل على موجود اكل هذا الضيف يعلن عن نفسه باشكال مختلفة ولكن موجود معانا بدون ان احنا يعني نشعر به عشان كده ان شاء الرحمن الحلقة القادمة هنتناقش عن اماكن الاورام اللي فيها وانواع الاورام اللي فيها وهي الانواع كيف تعلن عن تواجدها في الاعمار المختلفة والظروف الصحية المختلفة وفترات الحمل والخصوبة وما بعدها انتهاء الضوء ان شاء الله حلقتنا هي حلقات صحة حواء دائما بتكون على الهواء كل يوم احد الساعة سامنة مساء وفي نفس اليوم بيعاد ازعتها بعد منتصف الليل وبترفع بانتظام على اليوتيوب باسم حلقات صحة حواء الانستاذ الدكتور ايمان حمودة كل حلقة باسمها حلقة اليوم ان شاء الله هي الاورام اللي فيها وهذه الحلقات يمكنكم متابعتها على اليوتيوب بالكامل حلقات صحة حواء هي حلقات طبية نعمل ان احنا نكون بنتناقش في المواضيع الطبية على اساس منها جزء كبير جدا يخدم ان تنشيط معلومات المشاهدين مع اعادة المعلومات الحقيقية الطبية لبعض الاطباء واتمنى ان كل السادة مشاهدين يتابعونا لان حلقاتنا دائما هتكون طبية حقيقية ومدعمة بالصور والافلام ان شاء الله حلقات صحة حواء مقدمة من استاذ دكتور ايمان حمودة استاذ امراض النساء والتوليد دكتورة الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية ورئيس وحدة استقصال الاورام اللي فيها مع الحفاظ على الرحم هي وحدة اسمها كبير شوية معلش لكن انا فرحان جدا برياسة هذه الوحدة لان فعلا فيه كتير جدا بيستفيدوا منها على مدار الدول العربية كلها وجميع الدول العربية الحمد لله بتجينا بانتظام وعلى مدار الشعب المصري بالكامل ونأمل ان احنا نستمر في هذه الوحدة باذن الله بنجاح من نجاح الى نجاح هنلقاكم يوم الاحد القادم ان شاء الرحمن في قناة الـ HBC حلقات صحة حواء باذن الرحمن يوم الاحد القادم الساعة السامنة مساء وننتظركوا على التلفونات ونلقاكم على خير يوم الاحد القادم استكمال لموضوع الاورام اللي فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا